بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب المحرمات في النكاح وهن قسمان محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب وهن الأمهات وإن علون والبنات وإن نزلن ولو من بنات البنت والأخوات مطلقا وبنات هن وبنات الإخوة والعمات والخالات له أو لأحد أصوله وسبع من الرضاع نظير المذكورات وأربع من الصهر وهن أمهات الزوجات وإن علون وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد دخل بأمهاتهن وزوجات الآباء وإن علون وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع والأصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة متفق عليه وأما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه مع قوله تعالى وأن تجمع بين الأختين ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها ويجوز الجمع بين الأختين بالملك ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموقوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو خمس رضاعات فأكثر فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر